هنروح دلوقتي مع حضراتكم للعلاقات المصرية السعودية لأنه ما فيه شك أن العلاقات بتشهد تطور كبير وملحوظ خاصة أن العلاقات ما بين البلدين هي علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجي والتنصيق المستمر أيضا تجاه القضايا اللي بتهم البلدين في حياة الأمر على الساحتين سواء كانت الإقليمية أو الدولية وده اللي رصدته صحيفة عقاز السعودية في تقرير لها بعروان العلاقات السعودية المصرية من التعاون إلى الشراكة صحيح أيضا ذكرت صحيفة عقاز في تقريرها أن العلاقات بين مصر والسعودية تتميز بالزيارات المتبادلة بين قادة البلدين بشكل دوري ده بجانب الزيارات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهدفة لتبادل الأراء اللي تهم الرياض والقاهرة أيضا ده ساهم في ارتقاء العلاقات الثنائية بين البلدين كمان التقرير ذكر أن العلاقات ما بين مصر والسعودية وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وده من خلال تأسيس مجلس التنصيق السعودي المصري والاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم أيضا ما بين المؤسسات الحكومية وده بدعم وتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان حيان هذا التقرير نشرته صحيفة عقاد وضح أن مصر والمملكة ليهم ثقل وقوة وتأثير على الأصعاد العربية والإسلامية والدولية وده بيعزز بالمستوى وحرص البلدين على التنصيق والتشاور السياسي المستمر بينهم لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين